التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو في مقره بالقدس المحتلة وزراء ونواب عن 25 دولة تحت رعاية لوبي نواب البرلمان الداعم لإسرائيل هذا ووقع زوار على عريضة ضد قرار محكمة الاتحاد الأوروبي الذي نص على وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس ومرتفعات الجولان السوري المحتلة وقال نتنياهو بحسب بيان صادر عن مكتبه إن هذه المجموعة مبنية على القيم المشتركة مشيرا إلى أنه عند مهاجمة إسرائيل وتشويه صورتها لا يوجد بديل عن قول الحقيقة في وجه الأكاذيب على حد تعبيره وردا على سؤال حول بيان الإدارة الأمريكية المتعلقة بشرعانة المستوطنات الإسرائيلية قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن هذا الأمر مهم للغاية لأنه يعكس الواقع التاريخي اشتركوا في القناة